اللي انا هحكهولك ده هو قصة رعبة حقيقية لكنها حصلت في عالم الحشرات عمرك سألت نفسك ايه اللي يحصل لو مجموعة من النمل اتحبست في مغبأ نووي مهجور من ايام الحرب البردة وازاي اتصرف النمل ده علشان يفضل عايش وايه الظروف القاسية اللي مر بيها اللي حصل ان فيه مغبأ للسوفيت في بولندا وده مغبأ من مخابئ الاتحاد السوفيتي ضد الاسلحة النووية اتبنى تحت الارض في فترة الحرب البردة وبعد ما اتفكك ونهار الاتحاد السوفيتي المغبأ ده بقى مهجور ومحدش بيستخدمه المغبأ ده مجموعة من الباحثين لقوا فيه مستعمرة كاملة من نمل الخشب المغبأ ده موجود تحت الارض ومضغط من فوق بالاشجار للتموية والمغبأ ده من تحت بارد جدا ومظلم والسلطات قفلت المغبأ ده واعتبرت دخول المكان ده امر غير قانوني المنطقة والغابة اللي فيها المغبأ ده منتشر فيها نوع من انواع النامل اسمه نمل الخشب والنمل ده بنا العش بتاعه فوق الجزء العلوي لانبوب التهوية العمودي للمغبأ ومع مرور الوقت كان فيه نمل كتير بيقع جوه المغبأ من انبوب او فتحة التهوية دي اللي في سقف المغبأ فكان النامل ده يقع تحت في ارضات المغبأ وما كانش يقدر يطلع تاني من فتحة التهوية يعني عندك الصورة دي فيها سقف المغبأ والفتحة اللي فوق في النص دي هي فتحة التهوية ومجموعة النامل الموجودين على الشمال فوق كانوا بيحاولوا يطلعوا من فتحة التهوية لكن كل ما يمشوا على السقف يقعوا على الارض تاني فخلاص هم كده تحبسوا للابت في المكان ده لكن ده ما منعش النامل انه يعمل افضل حاجة هو بيعملها وهو التعشيش مجموعة من الباحثين دخلوا المغبأ ده بعد حوالي خمسين سنة من قفله وكانوا عايزين يعرفوا النمل اللي جواه كان عايش ازاي فلاقوا ان النمل اللي لسه عايش كان مجمع النمل الميت في مقابر جمعية وكانت المقابر دي بعيدة عن عش النمل علشان يبقى العش نضيف ومنع اي امراض من الانتشار فيه وده سلوك طبيعي للنمل لكنهم لحظوا ان النمل الموجود كله في المغبأ كان من فئة النمل العمال او بيسموهم النمل الشغالات يعني ما كانش فيه وسطهم اي ملكة ولا كان فيه منهم النمل الطائر اللي هو بيبقى ليه اجنحة ولا كان فيه رقاط لأي نمل وكانوا بيمرسوا حياتهم في ظروف قاسية جدا وما كانش فيه أي حاجة يأكلوها فالبحثين دول استغربوا إزاي النمل ده عايش من غير أي مصدر أكل نمل الخشب هو في الحقيقة مش بيأكل خشب هو بيتغز على الفضلات اللي بتنتجها حشرات المن ودي حشرات بتتغز على عصارة الأشجار لكن ما فيش أي أثر نهائي لحشرات المن في المغبأ ده اللي تحت الأرض لما البحثين فحصوا النمل الميت الموجود في المقابر اكتشفوا إن النمل كان بيأكل بعضه وده ما يعتبرش مفاجأة لأن النمل ده فعلا ما كانش قدامه أي اختيار تاني علشان يعيش عادة الحشرات الاجتماعية اللي زي النمل استحالة إنها تاكل بعضها من نفس النوع أو الفصيل باستثناء نمل الخشب هو اللي ممكن يأكل نفس جنسه في كل فصل ربيع مستعمرات نمل الخشب بتخرج للغابة بعد فترة السكون الشتوي المستعمرات دي لما بتتقابل بيحصل ما بينهم حروب بتتسمى بحروب النمل وكلهم بيقتلوا بعض بشكل جماعي وبعد كده بيتغزوا على الجسس فده بيعمل توسع لحدود المستعمرة المنتصرة في المعركة في الأيام الأولى من الربيع وكمان بيوفر لهم الطعام من جسس الأعداء فحكاية إن نمل الخشب يأكل بعضه ده أمر طبيعي لكن اللي مش طبيعي إن أفراد يأكلوا بعض من نفس المستعمرة الوحدة وده اللي لقاه فعلا البحسين في المغبأ النمل الحي أكل جسس النمل الميت علشان يقدر يعيش البحسين بعد ما اكتشفوا اللي حصل ده جابوا عرق خشب وقفوه في منتصف المغبأ والعرق ده كان واصل بين أرض المغبأ وبين فتحة التهوية علشان يساعد النمل اللي تحاصر في المغبأ إنه يطلع تاني من فتحة التهوية اللي وقع منها ويرجع تاني للمستعمرة بتاعته في الغابة فوق الأرض اللي حصل للنمل ده حصل زيه للبشر في قصة مشهورة لمجموعة من الركاب وقعت بهم الطيارة في منطقة جبال جليدية والناس اللي فضلت عايشها من الركاب بعد تحطم الطائرة لما ملاقوش أي أكل يأكلوه أكلوا جسس الركاب اللي ماتوا علشان يقدروا يعيش والقصة الحقيقية دي تعملت فيلم موجود دلوقتي بيتعرض على النيتفليكس اسمه مجتمع السلم السؤال بقى هنا لو أنت الظروف حطتك إنك تتحاصر في مكان مفهوش أكل وما قدامكش غير جسس بشرية حواليه هل هتقدر تاكل منها علشان تحافظ على حياتك ولا هيبقى عندك أهوة إنك تموت من الجوع ولا تعمل حاجة زي كده وتخيل اللي أنت هتاكلهم دول ممكن يكونوا أقرب الناس ليك فكر براحتك وما تنساش تكتب الإجابة في الكومنتات تحت الفيديو ترجمة نانسي قنقر